شاءت الخطط الأمنية الفاعلة أن تدفع عن كاركوك على وجه الخصوص والعراق على وجه العموم خطرا كبيرا بتنفيذ عملية ضبط مخزن يحوي أكثر من أربعة مليون حبة مخدرة الرقم ليس خيالا إنما حقيقة وثقتها الأجهزة المختصة فيما العملية التي تكشف عن رقم صادم لا يقل وزنا عن نسبة ارتفاع أرقام تعاطي المخدرات في عموم البلاد في الشمال من كاركوك تنجح العملية الكبيرة كما نجح بعضها في مناطق عدة لكن الخطورة تكمن في تحول العراق إلى ممر للمواد المخدرة بعد عام 2003 فيما كان في السنوات التي تسبقها يشكل معبرا لها فقط وكان تقرير للأمم المتحدة قد أشار عام 2018 إلى أن من بين كل عشرة عراقيين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما فأن ثلاثة منهم مدمنون على المخدرات ويعود انتشار هذه الظاهرة إلى قلة المتابعة وتوعية ومراكز العلاج وعلى الرغم من ضبط المنافذ والحدود إلا أن عمليات تهريب تحدث بين وقت وآخر بيرجح صحة حديث يؤكده مراقبون إلى أن أصابع اتهام تتجه نحو إيران وبعض الدول التي حولت البلاد إلى سوق وممر في آن معا ولا تؤثر المخدرات على جانب الصحي للمتعاطين في العراق فحسب من تساهم في رفع نسب الانتحار والتفكك الأسري الذي بدأ يأخذ شكل ظاهرة سلبية تشكل خطورة كبيرة على مستقبل الجيل العراقي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر